الحج وصل! الحج وصل! يا ما انت كريم يا رب! ألف بركة! يا حبيبي لو حشني قوي! يعني نمو اتلاقي جعان وانا ما بيقولش أكل الطيارة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! يا ختي ورحمة الله وبركاته يا ختي! ألف حظ بيلي على كلامتك يا حج! جرأ اي حاج! عما انا كلمك على الموبايل ما بتردش! اتفضلت! تعال يا مايا! تعال يا حتي وتخفيش! تعال! اتفضلت! اقدم لكم مايا! عروستي! ربع! ربع عدوية! اه يا اختي! عجل الله! يا ابني المجنونة! يا ابني المجنونة! هو الوقت ده كلا على طول! دايماً واخد الدنيا على الحامي! ما انت عارفوا حاج! ما بيضيعش وقت! تكسب ريس على طول! والله ما خايف لا يضيع نفسه هو! طبعاً! ويا ما قلتني! يا ويلك من قرصة الحريب! خلي بالك من نفسك يا الله! في حد في الدنيا! يجمع الأفاعي! ويربيها جوا عبه! غير حاج بقى! واللقب عنده عالكيف! اهو كيف ده يا ابني! هو اللي بيزل صاحبه! صدقني! الله! رب الاسر! رب الاسر عليك يا ابني! رب الاسر عليك يا ابني! قولي! رايب الحاج! ان شاء الله عروسة اللي رايحة دي رايحة ويعرفة انها واحدة من لستة وانا لسا ما اتعرفش! مفاجأك يا العادة ما انت عارفوا حاج! مجلون! 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 بخاليش عاجة بنات! السلام عليكم! وعليكم السلامة رحمة الله! يا ردا! أهو ماردي الحاج! انت عايب مشوبستة عايزة تفاولا! من العنائي! كنتتخيرك يا حاج! انا ايسا بنات! لأي براحتك يا زدي! محل محلك! حجر حاج! مدون ستان! هملا لو شفت اللي انا شفتو؟ يا لهوي! شفت يا بالاوي! اشكال والوان والسحن شغل برا! ماتدربش فيهم فاك! نعم يا حبي قصك يا عني اسمال حلوة يا لهو يا حج صواريخ لا افتشي بقى بتشي يا عيب بتقولها في وشي عوز بالله مش يا طال الرجيم يا ابن التقل لا في مراتك مراتك يا حج بقى ما تفقنيش يا حج ده انا اكتشفت يا حج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي الله يعني البقى اللي حجموه ده يبقى ابن عمتك يا لهو يا لهو يا لهوي دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزودي في الدنيا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وامت عشريهم بقى سبحان الله بتحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار نورتي مصر والنبي اللي تيجي تحدي جنبنا شوية عشان نقرب من بعض اه هومي هومي ما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش اهلك وناسك اهلك وناسك اهه حلوة كله عيرة ياختي 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 مارسي ايهتى دي بتنطب ههههههه يا طبان حجاة ياختي ياختي ايوه يا حاج جاهز الودة الرابعة يلا امرك يا حاج مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج اه طبعا طبعا يلا اندهلهم تعالوا يا عيال تسلموا على باباك وجه ماما جه ماما جه ماما جه ماما جه ماما جه ماما جه عياله دول عائلتي واللي شفتيهم دولي بولادي انت كيف تعمل فيه يا حاج عملت ايه حكت علي وخبيت انك مجوز مانتي كنت مخطوبة وفساختي الخطوبة اول ما تقدمتلك وراجب من كده ما قلت ليش كيف عرفت انه كنت مخطوبة هو انت فاكر ده انا هتجوزك كده عميني مش تازل ما اسأل لو عارف عنك كل حاجة واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقولك انا كمان ايه بس هادا كانت مجرد خطوبة وده شعر على الله انا مش عامل حاجة حرام كل دول مراطاتي على سنة الله ورسوله وانا من حق اتجوز واحدة واثنين واربعة كله بما يرضي لنا بس كان لازم تقل لي هيدا حقي وانا كمان كان لازم تقولي لي ما ده حقي ما اقولي رأسك فواز انت عم تعمل هيدا مثل هيدا ما هي انت ليه مكبرة للوضوع لا اله الا الله لو حسيتي باي تأثير او اي حاجة نقصاكي ساعتها يبقى لكي حق انك تشتيكي وتعترضي بس هيدا الوضع ما راح يقدر اتقبله انت لسه ما جربتهوش يا حاببتي عشان تعرفي انا تقبلي ولا لأ لك انت ليه عم تعمل فيي هيك شو عملتلك انا حرام عليك انا عملت هي انا شفتك حبيتك طلتك للجواز وانت وفاتي ما اظنش ان عملت حاجة غصبة عنك بس انت عم تشبرني عالشي ما راح اقدر اتحمله مويا اللي مش هقدر استحمله انا هو اني هشوك في الحالة اللي انت فيها هيدا ما تبص ليش كده مويا حبيبتي انا عمري ما اظلمك واعمل كل اللي اقدر عليها علشان اسعدك انت مراتي دلوقتي يا مويا مراتي وعمرك ما هتحس ان في حاجة ناصابك ودبالك انت مش هقل من اي واحدة فيهم بالعكس بالعكس بقى ده انت العروسة اللي جات وخطفتني منهم يعني المفروض هم اللي يبوا عاملين كده مش انت محمد شيلي من دماغك اي وا سيوس وجهزي نفسك لسعادة كبيرة مستنيك وفرحة انا شايلها لك هتلاقي معي اكتر من اللي كنت تتمنى بتشوف رواء ما ترتقي يا سيتي وتسيبيني عمل العشا زي كل يوم خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسة الجديدة خليها تيجي تطفح بقلبك بتعمليلها العشا بنفسك كمان زينب قلت خليكي في نفسك وروح اعملي اللي طلبته منك وعلى فكرة الحاج زمانه على وصول مهو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي خلي من الوش يا زينب خلي ده اندهيلي هتشيلي خليكي تتخططيني على ناسا ياختي بنعمل اللي اتفقنا عليه ايه وعدكني بتحط لها سم؟ سم ايه يا مجنون انت عشت وديني في سبتين دهية ده زي تخاروها الحمد لله انتي بقى عملتي ايه؟ عملت اللي قلتلي عليه بالضبط وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه وانا كده بقى عملت اللي علي ايه اتفضل اللهم ما صلي على النبي امر الحج عنده حق شو بدك؟ اتفضل يا هانم العشة جاهد مرح اطلع غير ما يجي فواز استتة انهار بتقول انه على وصول انا ما خصني بحدا مرح اطلع غير ما يجي فواز اهو الحج بيركن ونازل اهو عنجد؟ ايه يلا انتوليني جاي معكي اتفضل استني يا زدة بتاعلك اتفضل بدي انتول فواز ككفرة لما تلحفك اتفضل السلام عليكم ورحمة الله اهلا حبيبي استقتلك ايه الحلاوة والجامل ده؟ ايوة كده بس خيفة شوية انت كده هتجنينيهم من وقتها ما ظهرت حبس حالة بالقوضة لوك خايفة اظهر ما يعملوا فيه شيء دول دول نسمة نسمة ولا هتحس بيهم خالص بقول لك ايه انت وحشتين يا روية هاي ده الحك بتقولوا لقلوا ولا كل واحدة منهم ما قولنش اليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي ها؟ عشان ترتاحي يا رو العاشة جاهز يا أحلى عروسة يا خبرة بياض بنفسك يا نهار انا بديك الساعة لما عمل العروسة بتاعتنا الحلوة مش بقول لك نسمة نسمة تفضل يا حبيبي تفضل ايه؟ وانت يختي مالك كده وشك مسفر فواز ها مالفنس لميحة حبيبي ايه؟ انا هو يا روية بسم الله عليك الواد تعبني يا روية فواز لحد ما نام غلبني الواد شائي معلش يا اختي معلش مع مطالع لابوه حدة منه اصلها بتحبه وبتموت فيه عوبالك يا حبابتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا احنا مش هلتعشها بقى ولا ايه؟ لا الا ما نتعشاش الزيتح لا لازم نتعشها اه؟ وبالذات العروسة بسم الله الرحمن الرحيم اقضي جنب الحب انت مكتوفة ولا ايه؟ ده ليلة ليلتك يا عروسة لا يا اختي مايا ايه وعي تكسفي ابدا؟ ده انت في بيتك واحنا اخواتك طبعاً وبعدين اللي اتكسف من بنت عامو ما يجبش منها ايه؟ يا عيال يا حبابتي مال عليكي انا عملالك بقى شوية تفول مصري انما ايه؟ عسل يستهلوا بقك اخودي يا اختي بقى دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقى اخودي يا اختي بلاي بالميا ميا لقى ميا لقى العصير افيت اتفضلي يا حبتي بالهنة والشفة مطرح ما يسري يمري مطرح ما يحط رأسه وحط رجله بقى براحة يا بنات براحة يا نسم ما تبوش نسمي هاوي جدا هو ملت يا رهحة برد لا لا إلهة إلا الله لا لا إلهة إلا الله اهههههه ملت بقى microwave من القوة الأسيرة. فل هحو؟ بالاش فول لأكل بنيット. ماشي. كلت ب cameloo انت مبارح فول. حدي تعملها في المايكة. a君 ده مانتك فولة Panic majocaloo. ونزلت كده عزل عزل وعكودي داية برضه ونزلت كده عطول شابي العزل الحمد لله مش قولتلك انه هم نسمع و هيدلعوك و يرحموا بيك بزميتك بقى عمرك اتضلعت كده في بيتكو ما معرف لاش حاس انه الاكل فيوش غريب لا لا ده عشان انت مش متعودة على الاكل المصر واخدالي على الفتافيت والكتكية العصافير بتاعتكو دي لا الظاهر انه عن جد تقلب بالاكل يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يا روم وبطن الكاميرا عم بيجهني كتير يا فوهز ما تغيبش نفسك بقى وهولي اهلكام يشغلين لبيلي عم ده الا احدا عم بيرد ما هم جايين بكرة يا بنتي لا لا الا الله بتشغل ليه نفسك ليه بقى انت بطنك ما بيعاكي بجده اللي كتير كتير يا فوهز عن جد كتير لا لا الا الله مش للدرجات يا حبيبتي ما تخفيش انا دلوقتي بساويني هضيعلك القلب ده وهتحس بزهر زهر بيمسح كل الأوضية عم مم اللي بيسمعك بقول ان هك عن جد بتحبن فواز عن جد وعن هزار وعن كل حاجة اوووو بطني وفي بلاش المية بديعه العصير ماشي الكبنة ماشي الفل الحج يا أولياتك مانهار ملتاني مش فهر مانهار 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 غير حباية منع الحم حط طيلها هي عشان يوجع بطنها كده ولا حاجة يا أبعة انت اللي سبتلنا لبناء كلها ورايح جاهب لي عرصة حتت بتاعها سنكوحة كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخدة على قتل العزة بتاعنا ماشي يا نهار انما قسما بالله لو عرفت او شميت بس شميت انك ليك تدعو بالموضوع ده انت ولا جوزك خيلي يا ويلتوا مني تسلمني يا أخي وانا خيرك بس بس شلوك يا فويس يا فقط يا فقط يا فقط يا فقط يا فقط يا فقط أمر يبغل فنحوهني أمر يمفهني